السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتبه لنا تكونوا باخر وعلى خير اطلقكم هادلا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم ان شاء الله كيفما كتشوفوا على الصورة فيديو جديد على القناة غد نحضروا وصفة غداء سهلة سهلة جدا بدون لحوم مكونات متوفرة في كل بيت خفيفة غدت تعجب الصغار والكبار قبل ما ندود الوصفة اليك انت اول مرة تشوفي هاد القناة وعجباتك فما ترديش انك تشاركي في القناة وتفعلي الجرس وتخليلي جيم الفيديو باش توصل اكبر عدد من الناس بسم الله على بركة الله غد نحتاجوا في المقادير اولا في المكونات ديال وصفة غداء غد نحتاجوا البطاطة البصلة والفلفلة حمراء هنا غادي نستعمل في الفلفلة زاود حيث ما صدقاتش وخرجاتي حلوة الصفين اياك كيف ما كتشوفوا غادي ندودوا انقطعوا البطاطة بالنسبة لكمية كيف ما كنقول لكم دائما ما تقيدوش بالكمية اللي ادرت انا الكمية على حسب شحنته ما في الدار وشحال غادي كفاكم هنا ادرت انا خمسة ديال البطاطات اللي الحجم ديرهم متوسط هنا غادي نقطعهم كيف ما كتشوفوا نقطعهم مور صوات صغار او لمور باعات على هات الشكل هدا اللي كتشوفوا معايا ومن بعد ندودوا نتخلصهم من النشاء ديال البطاطة انا غادي نغسلها ما غاديشنا نسلقها غادي نغسلها بالماء يعني تم يبقاش فيها النشاء ديالها او ايلا بغيتون شو ما وكانتكم الوقت تقدروا انكم تديروها في شوية ديال الماء بارد تشعلوا عليها البطاطة غادي طلع ديك الكشكوشة تطفيو عليها صافي هات الشيلي كاين اه ما هي غاضي ندودوا لها تلبصيلها tape حتى هي غادي نقطعوها على هات الشكل هدا غا نقطعوها كيا شلضوها ايلا بغيتو تديروها شنانه فما ش مشاكل اه الموهم اقتعو البطاطة ديالنا او من بعد دودو لمراحل اخرى وهنا كيفما كنت تشوفوا قطعت الفلفلة حتى هي بها الشكل هذا ممكن إلا ما كانتش عندكم فلفلة هكاية وتعنتش ما مصدقات لي كومش وصدقات حلوة ديروا فلفلة عادية حمرة يعني أنا عجبتني هاد الفلفلة هذي مزيودة حيث كتكون جليدة ديلها رقيقة وحيث صدقات حلوة حتى ينستعملوها مضاش هنا كيفما كتشوفت نجرة درت شوية ديل زيت المائدة مع التوم يعني حتى يسخنت الزيت مع التوم ومنبعد ضفت لهم البصلة وغادي نضيفو هاد الفلفلة ونحركوهم مزيان مزيان حتى يتشحروا وحتى الفلفلة ديلنا والبصلة الطح ومنبعد غادي نضيفو لهم شوية ديل الملح وشوية ديل الإبزار صفي فقط هاد الشي اللي غادي نضيفو لهاد البصلة والفلفلة وغادي نحطوهم يعني جانبا ونضوزو الحاجة اخرى وهنايا في هاد المقيلة هادي وضعت الزيت أنا رامشات لي ديف الزيت يعني درت بزاف ديل الزيت نشو ما ما ديروش بزاف ديل الزيت يعني ما تفوتوش ربع ديل المعالق ديل الزيت أنا من بعد غادي نقص الزيت ما غاديش نخليها قاع كتير غادي نقصها صافي وغادي نبقا ونحركو هاد البطاطا ديلنا هاد حتى تتحمر كيفما كتشوفو على هات الشكل هذا وبالنسبة لنقصان ديل زيت نرى نقصها كيفما كتشوفو زلفة هايا قدامكم وغادي نديد نقصها من الاحسن انكم ديروش ربع ديل المعالق ووضعو فيها البطاطا ديالكم وتخليوها تتحمر يعني تخليوها مرة مرة حركوها حتى تتحمر كاملة كيفما كتشوفو اه انا ركبيت بزاف ديل الزيت وزيت ده بغاليا اه يعني راشع لا فيها العافية خصوة هاد الجانب ديل الزيت نحاولو اننا نقصوه من الحياة ديلنا اه صافي هنا كيفما كتشوفو ضفت لهاد البطاطا هادي شوية ديال شوية ديال بابريكا هولا تحميرا كيفما كتشوفو هنايا وغادي نضيفو لها للمليحة الى صلقتوها را غا تكونوا درتولها الملحة في الصليق انا ما ضفت لها الملحة حتى بدتت تتقلع عدرت لها الملحة اه يعني الملحة البابريكا وغادي نضيفو لها شوية ديال الزيتر كيفما كتشوفو ومن بعد سوف يغير تلبس لنا بهذا التوابل هادو غادي نضيفو عليها ونضيفو نخلطوها مع المكونات اللي حضرنا من قبل هنايا مشاتلي اللي خلط فيها يعني المكونات اللي بتعطاها مع البسلة ورفلة ووضعتهم في هاد المل هذا اه صافي عي خلطتهم بعض اياتهم وضفت لهم تشي حاجة وحطيتهم في المل وهنايا اضفت شوية ديال ماطيشة سوريز مقطعها هكايا دوائر ومن بعد اضفت الزيتون كيفما كتشوفو مقطعه اه هنايا غادينا نرش شوية ديال الجبن من الفوق كيكون اختياري لابغيتو تديروه ديروه بابغيتو تديروه او لما متوفرش مشي مشي مشكل اه تقدرو انكم تدخلو المول ديالكم للفران اه وخا ما امتديروش الفرماج يعني عادي تتحمر شوية البطاطا او غادي تخرجوه هنايا من بعد مادرة الجبن غادي نزيد واحدة رشيشة ديال الزيتر ومن بعد اندخل المول ديالي للفران ليكون الفران مسخر من قبل اه الهدف ديالنا من الفران غير يدوب الفرماج اه 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 كيفما سبق لي وقتلكم الى ما بغيتوش تديروه اه الجبن او لما متوفرش اه ادخلو غادي تحمر شوية البطاطا اه تشمع ديال بطاطا هكا من الفوق سفي وتخرجوه اه الوصفة ديالكم كيفما كتشوفو كتجي عليها تشكل هذا اه زوينا بزف بزف والمدق ديالها روعة كي يحمقوا عليها الصغار و الكبار نتمنى انكم تجربوها وترضو عليها في التعليق اه اه نبقى لي الا نقول لكم اه دونتم في رعيتي الله اه متنسونيش من دعمكم القناة بالشارك اللي بقي ما تشاركش تفعل الجرس وتبارتاجيو مع احبابكم والاصدقاء ديالكم وتبارتاجيو قناة في مواقعكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة